دينا كان ايه صعب مشهد بالنسبايك في المسلسل كله؟ غير اللي انت مسكتي في رجله بتاع رجله طويلة قوي اه انا انا كمان كان عندي حاجة غريبة قوي غريبا ان انا بانسى انا جيت بعد المشهد ده فبقول لسعداني على مشهد تاني بقول له بص بقى زي ما انا عملت المشهد اللي فات وقررت ان انا هدخل واقولك ان انا بحبك وكده فقال لي ثانيا واحدا انا لقيلك الفكرة زينت ازاي بتعمل حاجة وتنسي بيها لنفسك المشهد ده طبعا كان صعب ايه مشهد المشرحة بالنسبايلي لانه الحمد لله الحمد لله انا ما عدتش في اكسبيرينس كده فدايما انا بقول اصعب مشاهد اللي الواحد ما عداش بيها يعني اخي انا ما عندكش خبرة سابقة بيها بالضبط الموت اما كان بيبقى عندي مشاهد مثلا موت في حاجات تانية برضو كانت بتبقى بالنسبايلي مقلقة جدا ومبعرفش انا مش عارف اعمل فيها ايه ما متلكيش حد الحمد لله اه اه يعني ما فيه طبعا دايما كل واحد عنده اه حدسة موت فبيستدعيها فيعيط يستدعيها في ايه اه تمثيل كده اه اه فاغلب المشاهد الجديدة لنجة بالنسبايلي اه مالكيش في الخيانة مالكيش في الموت مالكيش في المشرحة كلها مشاهد بتطلعيها يعني اه اه اختراع زيتيا اه خبرة جديدة يعني بكتشف حاجة جديدة فدي طبعا بتبقى صعبة فبتهيقلي مشاهد مشاهد ومشاهد بتاع بتاع الخيانة ومشاهد انا وفريدة لما جلت على طرفتلي لانه برضو مش عارفة المفروض اري اكت ازاي يعني مش عارفة المفروض اسكت اتنح يعني اه دول التلاتة مين دي اللي كانوا ريام فيه ناس كتير ما فيميتش العلاقة بينكم من احمد مالك علاقة غريبة برضو قوي احمد على فكرة لازم بس نذكر احمد مالك عمل دور هاي ساوسا مبدر عمل الدور العظيم طبعا داود عمل دور هاي جمال سليمان عمل دور جبار يعني الناس دي كلها مسلت وعملين فعلا شغل هاي لازم نحييهم وهم بيتفرجوا علينا دلوقتي وطبعا يعني مخرجين المسلسل مش عايز اخوض احنا عايزين نشكر استاذة كاملة ابو ذكري طبعا وعايزين نشكر كل فريق العمل كان معاها وعايزين نشكر استاذ سامح عبد العزيز جدا جدا بكل فريق العمل كان معاها استاذ احمد متحت جدا جدا بكل فريق العمل كان معاها لان فعلا ماري مبعوف او ماري مبعوف وعايزين نشكر ماري بنعوم ومشيش يعني كل حد عمل لا لا أما أهلا أستاذة كاملة معها وأستاذة مريم وأستاذ سامح معها وأستاذ أحمد متحد بس فعلاً كل حد عمل مجهود وكل حد يستحق الشكر وكل حد يعني أستاذ سامح وأستاذ أحمد متحد فعلاً أنقذونا في وقت صعب جداً